شركات الهاتف المحمول بالعراق شم شركاتكو؟ ثلاثة رئيسية مو؟ نعم وين فلوسة تودع؟ ما حد يترى ما حد يترى وين تتروح؟ والله ما حد يترى إذن عمليات غسيلة أموال للتنبيه هاي العمليات يعني أنت هالبارحة رحت أعبي التليفون مالتي الرصيد للفاتورة ما قبل أن تاخد ما عندي بالفيزا كارت إلا بالنقد ليش؟ كانت إحنا ما نشتغل بالفيزا كارت هاي هنالا المشكلة ليش منسويها فيزا كارت والنظام يمشى على الكود؟ زين هذي شركة بالعراق واحدة من أكبر ثلاث شركات بالعراق ترفض أن تتعامل بالفيزا كارت أكو مولاد في بغداد تريد تروح تشتري بقيمة أكثر من 150 لتريد تدفع بالفيزا كارت يقول لك لا أنطيني كاش نعم يعني أنا أسأل ليش؟ إذن نرجع على موضوع اللي جنابك أنت بديتي بيه وأستاذ نبيل الشرع حليك أنه عمليات غسيل أموال بعضي أكو معلومة يعني في مجال الانتيماني لوندريد كل ما المكافح يطور أساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب غسيل الأموال يطور أساليبه بحيث يخفي أساليبه ووسائله في عمليات التمويه لغسيل الأموال فإذن هذه مسألة عالمية لاحظي أكوش دول بالعالم دول بالكامل تمويلها من غسيل الأموال الدفع الإلكتروني رح يقلل لو يزيد من هذه الحالة طبعا يقلل بشكل كبير جدا ولهذا أنا أرى حقيقة وأقولها من خلال منبركم أنه كثير من الناس اللي يرفضون التعامل بالفيسا كارت أو بالدفع الإلكتروني لأنه ذوي نوايا سيئة يحاولون أن يصيدون بالمال عكرة